اشتركوا في القناة ضمن الاهتمام المشترك والتعاون البلاء بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تنفيذا للتوجهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ودعم وامتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اشار معانيه الى حرص السلطة التشريعية على دعم نتائج القمة العربية في المحافل البرلمانية العربية والدولية وابراز جهود مملكة البحرين الرامية الى نشر وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش والسلام العادل والشابل والتأكيد على ان الامنة هو اساس التلمية والمستقبل للمنطقة من جانبه اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان مملكة البحرين ومعبر تاريخها المشرف تسجل المواقف والمبادرات العربية الداعمة لاستدامة نماء وتقدم الدول العربية بما يرسخ السمات المشتركة بين الدول والشعوب الشقيقة وما يجمع الدول العربية من اواصل الاخوة ووحدة المصير معربا معاليه عن الفخر والاعتزاز باستضافة مملكة البحرين لاعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين اشهد معالي رئيس مجلس الشورى بالجهود الدبلوماسية التي يبدلها زعادة الدكتور عبداللاطيب الراشد الزياني وزير الخارجية وبمساعيه الحثيثة مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية مؤكدا معاليه ان تكامل الادوار بين جميع المؤسسات سيسهم في نجاح القمة وابراز مخرجاتها والعكاساتها على الشركات العربية من جانبه اكد سعدة الدكتور عبداللاطيب الراشد الزياني وزير الخارجية اعتزاز مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلال عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باستضافة اعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين موضحا ان مملكة البحرين اكملت استعداداتها لاستضافة اصحاب الجلالة والفخام والسمو قادة الدول العربية الشقيقة وضيوف المملكة مشيدا بما بذلته اللجنة العليا برئاسة معالي الفريق اول الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية من جهود متفانية في هذا الخصوص تم عقد هذا الاجتماع طبعا الهام الذي نعتبره من جانب التأكيد على اشراك السلطة التشريعية في اطلاعنا على سير التحضيرات فيما يتعلق بنحقاد القمة العربية باعتبار ان تم استعراض العديد من الامور المرتبطة بالتحضيرات اللوجستية والادارية والاعلامية بجهود مؤسسات الدولة المعنية في هذا الامر ايضا اليوم احنا نعتبر شركاء مع الجهات الرسمية في انجاح هذه القمة عقد القمة والخروج ان شاء الله بالاعلان والمبادرات والتوصيات التي ستتضمنها اليوم احنا كشعب من مملكة البحرين نتضامن ايضا مع الشعوب في الدول العربية لدعم جهود جامعة الدول العربية قمة استثنائية في مرحلة صعبة ولكن هناك تفاؤل وهناك طموح من القيادة لانجاح جميع القضايا العربية وبالاخص القضية الفلسطينية هناك جهد كبير تقوم به مملكة البحرين اهمية هذه اللقات هو اشراك السلطة التشريعية في الغرارات التي تتخذها القيادة وهذه نهج جديد لجلات الملك الله يحفظها باشراك اعضاء المجلس النيابي والشورى في مثل هذه القمم المهمة البحرين لها مكانة عربية ودولية طبعا احنا في عدة مبادئ تفاضل فيها وسعادة وزير الخارجية الاجتماع اليوم طبعا طرغنا العديد من المهام وطلعنا عليهم قبل السلطة التنفيذية واحنا يدنا كسلطة التشريعي مع يد السلطة التنفيذية غالبا وقالبا ندعمهم في هذه المجال كسلطة التشريعية طبعا نحن الأهمية والمخرجات التي تتطلع فيها القمة أكيد لها دور بارز وأهمها قضيات الفسطينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر